في الشأن العراقي دعا الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان القوى السياسية في العراق إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول متفق عليها ضمن الإطار الدستوري والقانوني هذا وطالب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي طالب القوى السياسية بمواجهة الأزمات بروحية الحوار الوطني والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث فالكاظمي قال أن الأحداث المتصارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعي الذين عملت الحكومة على تكريسهما والتثبيتهما منذ توليها في مايو 2020